مغرب مكان وباقي مازال مع التاريخ عنده معال جدودنا واسلافنا خلاو باش نفتخ روحنا ونحفال السلام عليكم اخوتي اخوتي العزاز مرحبا بكم مرة اخرى في قناتكم غو كانفو معكم حاتم المرابط حلقة اليوم فيها جوج ديال المواضع الموضوع الاول غنشوفو فيه بعض تصريحات عمار بالحيمر الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية والموضوع التاني غنشوفو فيه كيفاش طالبة الجزائر باسترجاع برج ايفل من فرنسا بزاف منكم طلب مني التعليق على حملة تلقيح المغربية صراحة ما محتاجش نعلقو عليا لان كل شي على عينكم وكتشوفو بالملموس ومازال الايام المقبلة غتبين شكون دولة القدامة وشكون دولة الكدابة والنقالة احسن حاجة شفناه في الايام الاخيرة ويا كيفاش اني في الجزائري تمرمد في الارض وش الناس مالقوش الحليب واسميدو غيرو بقال يوم غير اللقاح وكل شي فهم لانهم غير تيقل دول مغرب وخيجيبو غير قرعة وحدة ديال اللقاح خاصهم يتسمو حتى ومبدو الحملة ديال تلقيح ولكن الاسابيع المقبلة القادمة غتفضهم شرة فضيحة للمغرب هذه الايام اما كين غير اشتف وزيد اشتف نبدو على بركة الله بالموضوع الاول الناطق الرسمي باسم الحكومة ديال الشيقاق والنفاق عمار بن الحيمر دير واحد صريح غريب جدا قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بن الحيمر ان حجب موقع فيسبوك مؤخرا لصفحة تنشر معلومات واخبار مضللة عن الجزائر وبعض الدول اخرى يؤكد صحة وصدق المعلومات التي تحوزها الدولة والتي تتقاسمها مع المواطنين من اجل توعيتهم بالمخاطر المحدقة بالجزائر عمار بن الحيمر مازال كيروج لاستهداف الجزائر وايران لهي ايران وفعلا مستادفة من امريكا والغرب واسرائيل ودول جوار ونحلف عليها مكديرات الخارجات لكدير الجزائر الصغيرة الجزائر منذ النشأة الافستينات وهي مستادفة وراء هاتشيفات الحدود دي المبالغة فيسبوك راء كل نهار كيغلق الالاف من الحسابات والصفحات وهاتشير على سياسة دي الشركة الامريكية تبناتها من بعد المحاكمة الامريكية للفيسبوك الى افترضنا ان هذا الخبر صحيح لاننا ولينا نشكوا في مئة في مئة من الاخبار لكثرة الكذب اللي كتديره ووزير خارجية امريكا يلا اخذ المنصب دياله بديتوا كتكذبوا عليه الى كان اذا الخبر صحيح واشهد شيك يعني ان الجزائر فعلا مستهدفة واذا انتم مستهدفين شنو غادي يقول المغرب على الالاف دي الصفحات الجزائرية اللي كتهجموا كل نهار وكل الصحافة المسموعة والمكتوبة والمرئية في الجزائر اللي كتهجموا نهار ومطال علش انتم في الجزائر في كومت القاعدة دي ما كتكيو ودي ما كتشكيو ودي ما كتنوحو المغرب را مستهدف من الإعلام الإخوانجي والعربي والجزائري وخاوكاك ما تخرش بكيكي في ما كتبكوا انتم بالحمر اشار في لقاء صحفي الى ان انخيرات اطراف فرنسية ومخابرات الكيان السويوني والمخزن في تنفيذ هذا المخطط الدنيل هو مدعاة لمضاعفة اليقادة والتعزيز الجبهة الداخلية والوقوف صفا واحدا لحماية وطننا من اي سوء مهما كانت طبيعته ومصدره وحجمه فرنسا واسرائيل والمغرب ثلاثة الحويج اللي ككرهم اي جزائريك في مكان فهد السياسيين والديبلوماسيين ديالكيلو كيسمعوا الجزائري دكش اللي بغي يسمعه كون الجزائر مستهدفة من فرنسا واسرائيل والمغرب فاتيكي يخلي الجزائري يفتاخر ويحس ويتيق على ان الجزائر فعلا دولة قوية ويحسب لها الف حساب والواقع المارير هو انكم شبه دولة او بالاحرى مجرد عصابة عصابة منتدبة من فرنسا ففرنسا ما محتاجش انها تستهدفكم لانها هي الحاكم الفعلي للجزائر اما اسرائيل فهي مشغولة بملف ايران نووي وبحكومة بايدن الجديدة قام ما سيقى لكم الخبار او سامع بكم كيفاش بغيتوا اسرائيل تخاف من دولة كانت كتبيع ليهم الغاز ديالهاب اقل تمن عبر مصر اما المغرب فعارفكم بوكوا كلام وما فيديكمش والداليل هو ان المغرب هزمكم في ايامات البترول اللي كانت تساوي فيه 165 دولار للبرميل الواحي اما دابا فما بقاش عندكم الوزن ووليتوا معزولين دوليين واقليميا والمغرب رغم مامساليش لكم والخرافات ديالكم المغرب رغم شغول بحملة تلقيح اللي كيوجد لها هذه شهور وتوجد يولي اول مصدر للقاح في افريقيا ماشي بحالكم ان عزتوا وفقتوا شفتوا المروك سباقكم في اللقاح نطلتوا قلتوا غيوصلنا اللقاح الجمعة وغان بدوا السبت هاي 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 والسرعة في الاداء عندكم وشدد عمار بالحمر على ان الجزائر كانت ولا تزال مستهدفة في امنها ووحدتها واستقرارها لجملة من الاسباب منها رفض اي توصاية او محاولة احتواء وتمسكها بقرارها السيادي ومواقفها المبدئية في دعم الشرعية الدولية الى جانب محاربة الارهاب دابا هد البوجادي ديالعمار بالحمر قال لك الجزائر مستهدفة لانها تدعم الشرعية الدولية ومحاربة الارهاب على حساب العرف الدولي فالدول المستهدفة بحال ايران مثلا فهي الدول اللي ما كتحترم الشرعية الدولية واللي كتتعاون مع الارهاب اما انتم ما ما كتهزوش العين في اي دولة من الدول القوية وكتحاربوا معهم الارهاب اذا نعطيونا سبب واحد وجيه بشكون انتم مستهدفين يكما كتتقلبوا على السلاح النووي بحال ايران ونحن مفرسناش انتم بحال هذه القطيطة بالنسبة للمغرب وفرنسا واسرائيل فيكم غير الشعارات ودولة بوكو كلام فقط وباللياد المنافق عمار بالحمر قاما كي تبع الاعلام الجزائري ومواقع التواصل الاجتماعية في الجزائر وكيفاش انهم كي هاجموا كل دقيقة المغرب واشفراسكيا بالحمر ان وكالة الانباء الجزائرية او وكالة صرف الصحي كتنشر بها حتى الخمسات الاخبار كل يوم ضد المغرب والاداعة الجزائرية كذلك والتلفزة الجزائرية كذلك وكل الصحف والقناوات الرسمية والخاصة كتهاجم المغرب كل نهار فإلا بغيت تهدر على الاستهداف ديرش دولة هدر اولا على وجوب توقف الاعلام الجزائري على التدخل في الشؤون المغربية والوجوم على المغرب اما هدر تلك الدرفي البوجادي رسميته الخبط والنفع لانه ممكنش تطلب من الناس يحبسوش حاجة انت اصلا باطل فيها موضوعنا التاني هو ترويج لاخبار مضحكة وخطيرة في الجزائر وادقى ديها دي مبقات مفاجأة بنسبة النفعية امر عادي من بعد ما فارسة وجهت تفعل الجزائر ورفضت انها تتعرف باي جريمة ضد الجزائر او تتعذر على اي حاجة فالمخابرات الجزائرية اعتاتوا واحد سكريبت جديد اعتاتوا القنوات ديالا والاعلام ديالا بشيشنه هجوم على فرنسا الى انه كما العادة الجزائر كتضحك مرة اخرى العالم على البلاد ديالا والغاباء ديالا نخليكم تشوفوا هاد المقطع ونرجعونه بمنطق 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 ماذا اخذت فرنسا نحن كالجزائريين نطالبوا حتى فرنسا ببرج ايفل لانه بنية بحديد الونزا كلهم معطي ونح برج ايفل رجال جزائر بمنطق ماذا اخذت فرنسا لكن هنا نتكلم عن ملفات عميقة ذات بعد الذاكرة والانسانية كما سمعت اخوتي انا في الاول اصدمت ولكن اتشار بالصح قال لك يطالبون فرنسا بارجع برج ايفل الى الجزائر يا الاغبية اذا لمشيتوا بذلك المنطق رأى فرنسا ستقول لكم ارجعوا لي الطرق والمستشفيات والادارات والمطارات والمنازل والمدن وغيرها من البنية التحتية الفرنسية التي كانت في الجزائر وتقدر تقول لكم مسيدي ارجعوا لي الجزائر كاملة رأى فرنسا لصناعتها وتلقى واجهة وفيدة برج ايفل ترجعوا لكم وتسعمركم واحد قرن ولا جوش قرون مرة اخرى على الاقل قولوا بعد احنا كانت طاربوا بتعويضة مادية مقابل الحديد الخام لانه مجرد مادة هذا كان الخبر صحيح لان فرنسا سرقات لكم الحديد اما برج ايفل رأى تحفى معمارية ولا عندها تاريخ وقيمة مالية لا تقدر بتمام كيفاش كتجرؤوا انكم طلبوا به وكأنه صنع بايادي جزائرية في الجزائر وصرقت لكم فرنسا على الاقل طلب بنفس الكمية دي الحديد الخام تردوا لكم فرنسا الى كانت خداتوا لكم وراني حضرتكم الى لعبتوا هذا اللعب مع فرنسا رأى تلقى وراثكم فرنسيين من جديد اجوا نشوفو مقطع اخر لا توري فارم ابنية بحديد المسروق متبسة خيرات كبيرة ففي فرنسا يعرف لحتوا اخوتي السكريبت المستعمل من نفس الكلام ونفس المفردات من الصحفي الاول استعملها ايضا الشيخ واستعملها صحفيون اخرون اكتبوا على نفس الموضوع انا اذا بغيت غير نفهم حاجة واحد اخرى لماذا لا طالبتوش مثلا بسيكك الحديد في فرنسا لانها استخدمت ايضا الحديد من الجزائر ولا انتم بغيتو غير تديروا البوز وتنوضوا بالبالة زعمها بشتبين لربص بعض الزرق وان الجزائر هي ابنة برج ايفل وياماد الحضارة الفرعونية وياماد الاسلام بما انكم تقولوا مكة سرقوها لكم وحولوها لكم الى السعودية وان احب البودن للرسول صلى الله عليه وسلم هي الجزائر واش فرصكم ان الخبر لين غيوصل الفرنسيين غيموتوا كامني بالضحك وديك ساعة ممكن لكم انكم تمشي وترجعوا برج ايفل لان كل فرنسيين غيكونوا ماتوا ساكن نعطيكم نصيحة لله الى كنتو رجالهم ما كتخافوش ديروا الشيما الستنائي في البرلمان الجزائري وديروا قانون يجرم فرنسا وصوتوا علي بالاغلبية تيقوا بيا غيكون عندو مفعول اقوى من هاد الفقاعات الخوية دير رجعوا لنا برج ايفل راكموا ليتو اضحوك في العالم يا بلاد ميكي ولكن انا عارفكم ما تقدرش فنفنو مع فرنسا لانها فعلا هي الحاكمة الفعلية في الجزائر واكبر داليل هو انكم عمركم خرجوا ولو قرار برلماني صغير من داخل الجزائر كيف يعقل انكم عطيتو ملايين شهداء وما زال في 2021 ما قدرتو اشتخدو حتى اعتراف صغير من فرنسا بهذا الجرائم يا اما فرنسا ما قتلتش لكم هذا العدد ويا اما فرنسا ما زال حكمكم ومنعكم تديروا اي تحرق برلماني او جزائري ضدها وباش تضوخوا بوص بعد ذلك تسمح لكم بمعض المنوشات الكلمية وبعض الهرطقات الصغيرة كان معاكم حاتم المرابط السلام عليكم اشتركوا في القناة